هو اللي تعب كل هذا التعب وخاط كل هذه المباريات وصاحب الرصيد الأعلى في المشاركات وصاحب أكبر عدد من المباريات في الفترات الزمنية المضغوطة ومع هذا مقدر الظرف وبيلعب في الوقت اللي يتم دائما محاولة التلميح والتلقيح على أنه في مجملات وللأسف محدش بيتكلم لا بمنطق ولا بورقة ولا برقم كله بس قوله مرسل علشان خرق مبدأ تكافل فرص عشان المجاملات تيجي تسأل أي حد طب ما تيجي نتكلم ما تسمعش كلام منطقي أبدا لا يا هو كان طبعا ممكن يشعر أن فيه ما هو حر ما تقدرش تجرد إنسان من شعوره بسي لو تناقش بموضوعه كان له توقيت ما استنعش أن الكرة تيجي في العرضة تفكر لي بكل كلام ده طيب كنا بنشير قبل الفاصل إلى الدور الجمهور المهان سعد لما تكلم قال لك الأهل جامد بجمهوره وجامد بنظامه وجامد بسوابته وجامد بتاريخه وجامد بإخلاص رجاله وجامد بدستوره اللي بيحرك الناس كلها وفقا لي مصلحة النادي ومصلحة الأهل فقط قوة النادي الأهل قوة النادي الأهل ذاتية لا يرتكن فيها إلى قوة خارجية مستمدا منه كمتو من تصرفات ومن قيم ومتمسكه بسوابت ومن احترام تدول السلطة تدول السلطة سيد إبراهيم من أعظم الحاجات اللي تحدث سناد الأهل ماهما كان الخلافات بأن القيادات اللي ما بيوفقش بينزاوي ويسيب للآخر يشتغل هو ده الناس لن تبوصل كده ولما على فكرة معظم الناس اللي بتردد على المجملاته بتاعه لما بتيجي لها لحظة صراحة يقول لك اتعلمه شلس من نادي الأهل طب وطالبت جرد الأهل من أهم أسلحته في التفوق طيب واحد من أهم أسلح التفوق الأهل تاريخيا جمهوره الأهل وقيمة الأهل الحقيقة في عدم الفصل بين مكوناته بمعنى أنه جسد واحد فعلا عضاء النادي اللي هم عضاء الجمعية العمومية اللي بينتخبوا مجلس إدارة هذا المجلس دائما ما يلبي رغبات الجمعية العمومية ويرض طموحات الجمعية العامة الجمعية العامة جمهور الأهل في كل مكان والجمعية العمومية اللي داخل الأسوار هذا لا ينفصل عن ذاك أبدا الجمعية العمومية اللي داخل الأسوار ده جزء من جمهوره وهم جمهور أصلا هذا الأسبوع أو الأيام اللي فاتت بعد مباراة للأهل في الإسكندرية يعني لبت نداء الرحمن فتاة الأهلي نورهان ونرجس حادث طريق أمام استاد برج العرب الفراحمة ونورة على نورهان ونرجس لكن هذا الحادث الأليمة الموجع لقلب الأهلي والأهلوية بين هذه الالتفافة من النادي الأهلي وإزاي فعلا كله جسد واحد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي فور علمه أمر بتكليف المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق بترقص وفد لتأدية واجب التعازي ومرسم الدفع لفقيدتي الأهل وجماهير الأهل النورهان ناصر ونرجس صلاح يمكن حتشوفوا بعض الصور لمجلس وهو بيقدي هذا الواجب اللي هو ده أمر طبيعي جدا وفد كمان شارك في تشيع جنازة نرجس صلاح كانت فيه مساكن الأسرة في القاهرة الفاطمية ثم توجه تاني يوم على طول المهندس خالد مرتاجي وكان الأستاذ محمد الجرحي والمهندس محمد سراج والدكتور مهند مجدي والكابتن خالد بيبو مدير الكورة والعميد خالد مرسي مدير مقر الجزيرة توجهوا أيضا إلى المنوفية لتأدية واجب التعازي لأسرة نورهان اللي دفنت في مسقط رأس أسرتها في الشهداء المنوفية الحقيقة صور كتيرة حتشوفوها لهذه المشاركة اللي بتكشف حتى في البيانات الرسمية للنادي عن تفاعل الأهلي مع جمهوره وعن تقدير النادي الأهلي لهذا الدور النبي للجميل المحترم لكل مشجع الأهلي وشفنا مشاركات كتيرة وتثمين لهذه المشاعر الطيبة اللي لا نملك معها إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة إن شاء الله لروح نورهان ونروح نرجس والدعاء لأسرتها يهمة بالصبر والسلوان إن شاء الله موقف يا أستاذ إبراهيم يترجم على أرض الواقع معنى عائلة الأهلي الكبيرة الأهلي يتعامل مع الأمر إنه عائلة تضم عشرات الملايين من جماهيره كلنا عائلة واحدة وهو في كل المواقف لا ينفصل عن هذا المعنى ويؤكده باستمرار يشعر بمسؤولية اتجاه هذه العائلة الحقيقة لعبت الأهلي كمان دعموا أسرتين الفقيدتين وقدموا لهم كتير من التعازي بل إنه أعلن لعبوا الأهلي عن التبرع بجزء من رواتبهم لأسرتين نورهان ونرجس كابتن خطيب كلف المهندس خالد مرتجي كما أرسل خطاب عاجل للتحاضي الكرة بالسماح بوقوف دي أحداث تم تطبيقها في المباراة التالية على طول للأهلي أمام الداخلية وقف الأهلي والفريق الداخلية والحكام دقيقة حداد وصمت على روح نورهان ونرجس وقال الكابتن خطيب ضمن قراراته إنه مجلس الإدارة حيبحث في الجلسة القادمة الأول والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتين الفقيدتين في هذا المصاب الجلل وكلف الإدارة التنفيذية بالقيام بكل التسهيلات مع أسرتين ورهان ونرجس الفرح مونور على روح فقيدتي جمهور يعني حادث مؤلم ينتقس من من فرحتك وساعدتك بالعيد وبالمشهد والمباراة لأن زي ما قلت لك تشعر أن فرض من أفراد عائلة الأهلي تعرض لهذا الحادث